اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في نفي الجابر والتفويض وإثبات المنزلة بين المنزلتين الله سبحانه وتعالى خلقنا وحبانا بالاختيار لكن ليس معنى ذلك أن ليس لله تقدير في أعمالنا ليس في أعمالنا قضاء وإرادة ومشيء كلا بل نحن مختارون ومع ذلك في أعمالنا القضاء والقدر والإرادة والمشيء من الله سبحانه وتعالى وهذا معنى دقيق لا يلتفت إليه الكثير من الناس ولذلك الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا هذه الحقيقة وهي حقيقة قرآنية بمقتضى النظر إلى القرآن كله وعدم جعله عظين بالتبعيض بين آياته كل شيء في هذا الكون لا يخلو من قضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته لأنه الخالق المهيمن المدبر لأمور الكون ومن ذلك أفعال العباد لكن القضاء والقدر والإرادة والمشيئة من الله لا تستلزم جابر العبد على أفعاله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدره هو الذي أعطاه ملكة الإختيار هو الذي رفع الموانع وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليطيع الإنسان لكن لم يمنعه من العصيان إذا أراد أن يعصيه امتحانا وإملاءه في هذا الحديث السابع والأحاديث الآتية بعده روايات مختلفة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه الحقيقة بألفاظ مختلفة واستشهاد بآيات متعددة لكي هذا المعنى التوحيدي الدقيق يلتفت إليه الناس لا يتحول كالأشاعر والوهابية إلى مجبرة ولا يتحول كالمعتزلة إلى مفوضة بأن لا يكون هناك أي تقدير وأي صنع من الله سبحانه وتعالى في أفعال العبات الذي يزعمه المفوضة ومنهم المعتزلة كان رجل قدري يعني مفوض أو يتكلم في القدر يعني يتكلم في التفويض فأحد الرواة من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهو إسماعيل بن جابر يقول ذهبت إلى هذا الرجل المتكلم وهو يلقي محاضراته في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فسأل سؤال أوقعه في حيرة سأل هل يتحقق في ملك الله ما لا يريده أو أنه الشيء الذي يتحقق فقط هو الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى إذا تقول بأنه يتحقق في ملكه شيئا لا يريده فهذا إثبات العجز لله سبحانه وتعالى عن هذا القول علوا كبيرا الله لا يريد شيئا تكوينا لكن يقع ذلك الشيء هذا معنى أن إرادة العبد تفوق إرادته وهذا محال أن هناك إرادة وقوة أقوى منه سبحانه وتعالى فإذن هذا الشيء لا يتمكن من الالتزام به بأن يقول بأنه يقع شيء في هذا الكون لا يريده الله تكوينا وإذا هذا ما صار فكل ما يقع في هذا الكون بإرادة من الله المعاصي تقع في هذا الكون قابيل قتل هابيل قتلوا أنبياء الله قتلوا الأوصياء ارتكبوا الفواحش المعاصي الكبيرة هل الله أراد هذه الفواحش والمعاصي الكبيرة والقاتل والفساد في الأرض إذا يقول الله ما يريده معنى ذلك أن إرادة هؤلاء أقوى من إرادة الله إذا يقول الله يريده فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد القبائح فتحير شنو يقول يقول يريده لما يريده وهذا التحير يقع فيه كل جبري وكل مفوض فهذا عندما سأل ذاك تحير ما جاوب فرجع إلى الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الراوي اللي هو إسماعيل بن جابر ونقل للإمام الصادق عليه السلام القصة فالإمام قال إنما نظر لنفسه هذا نظر لنفسه يعني شنو؟ يعني ما عاند أكو بعض الأحيان ناس يعاندون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلم الحق لكن باللسان يجحد هؤلاء المعاندون لا علاج لهم إلا أن واحد يلزمهم أو يكبتهم كما فعل كما فعل النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام معنا مرود قال ربي الذي يحيي ويميت فذاك غالط قال أنا أحيي وأميت إبراهيم قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر المعاند لا علاج له لجوا في طغيانهم يعمهون لكن هذا الشخص صحيح هو كان منحرف في العقيدة لكن يبدو من هذه القضية أنه لم يكن معاندا وإنما كان ظالا أكو فرق بين المعاند والظال أنتوا تسمعون بعض الأحيان أن فلان كان كافرا ثم أسلم زين لما تشوف أنه هذي ليش أسلم لأنه كان جاهلا بالإسلام لم يكن معاندا ولكن الحق ما كان ظاهر إله في نقاش في تحقيق في قضية ظهر له الحق هذا مو معاند فلذلك آمن بالحق والبعض لهو معاند كانوا يرون آيات الله سبحانه وتعالى بس ما يؤمنون بها لأنه معاند إلى أن يدخل في جهنم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء كل ما كانوا يشوفون معجزة يقولون هذا السحر زين يوم القيامة يلقون في نار جهنم فماذا يقال لهم؟ الآية تقول أفسحر هذا؟ هسه هذا السحر؟ هسه بالدنيا شفت المعاجز شفت القرآن الكريم شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا كنت تقول هذه سحر زين يسأل لي أنت في نار جهنم تحترك هذا هم سحر؟ هذا الشخص يبدو أنه لم يكن معاندا كان ظالا ولذا نظرف لنفسه شفت إذا يريد يعاند راح يهلك ولو قال غير ذلك لهلك لأنه هو بيّن أنه أني متحير فإذن الجواب كما ذكرناه في الحلقات الماضية هو أنه الأمر بين الأمرين يعني فعلك الله سبحانه وتعالى له فيه تقدير لكن أنت مختار في الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطاك القدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع الموانع وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وبيّن لك طريق الغي من طريق الشر ففي فعلك لله سبحانه وتعالى تقدير إن كان خيرا وإن كان شرا لكن أنت مجهور لهذا الفعل كلا لأنه كما ذكرنا القدر والقضاء قد يكون قدرا وقضاء حتميا بعد هنا الإنسان ما يقدر يمتنع وقد يكون قضاء وقدرا غير حتمي بمعنى أن الإنسان يتمكن من التغيير فيه يعني مثلا الله قدر وقضى أن يدخل الكفار في نار جهنم زين واحد كافر يقدر يغير هذا القضاء والقدر؟ نعم بأن يسلم إذا أسلم فالله سبحانه وتعالى يرفع القضاء والقدر بجهنم ويدخله في الجنة إن شاء فالله سبحانه وتعالى له قضاء وقدر هذا الإنسان الذي مثلا قتل النبي قتل الأنبياء هل الله سبحانه وتعالى قدر؟ نعم الله قدر بس هذا كان مجبور لا الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا يقتل النبي لكن لم يكن هذا مجبورا كان يتمكن من أن يؤمن فالله سبحانه وتعالى يرفع ذلك التقدير هذا كافر الله لم يجعل بينه وبين القتل مانعا كان يتمكن كما في عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه الله رفع عيسى يتمكن من أن يمنع من أن تتحقق عملية القتل لكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يرفع الموانع فإذن الله قدر وقضى لكن العبد له الاختيار في أن يختار الإيمان أو الكفر فإذا اختار الصحيح الله سبحانه وتعالى يغير قضاء يغير قدر وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في السابق مثل ما نفرض مثلا كمثال عندك طالب كسول في المدرسة وأنت مدرس أنت تقدر تسجيل الرسوب والفشل لهذا الطالب أنت قدرت ذلك لكن هذا ليس تقدير جابر بمعنى أنه هذا الطالب خلص بعد ما يقدر كل ما عمل أنت راح تكتب له رسوب لا وتبين للطالب أنه أدرس حضر انتبه فإذا هو تغير وبدأ ينتبه وبدأ يدرس وبدأ يحضر أنت ذاك التقدير الذي كنت مقدر إلى بأنه تكتب له راسب راح تغيره تكتب أنه ناجح مثلا التقدير منك الحكم منك لكن هذا التقدير وهذا الحكم منك لم يسلب ذلك الطالب الكسول اختياره طبعا هنا موضوع آخر أيضا في الأحاديث سيأتي ولعله في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة سنشير إليه هو أنه الله سبحانه وتعالى له إرادة تكوينية وله إرادة تشريعية المراد لا ينفك عن الإرادة إذا أراد الله شيئا بالإرادة التكوينية يتحقق وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا بالإرادة التشريعية يصدر الحكم لكن الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العبد إذا دعا قد يغير قضاءه وقد يغير قدره وهذا ما ذكرناه مفصلا في البداء هذا المريض الذي أنت عندك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وزيلا شنو فائدة دعائك إذا الله مقدر أنه يموت أنت دعوت أو لم تدعو راح يموت وإذا الله مقدر له الحياة دعوت أو لم تدعو هذا راح يبقى حيا قد ذكرنا في باب البداء أنه قد يكون الله سبحانه وتعالى قدر موت هذا الشخص لكن تقدير ليس تقديرا حتما فإذا أنت دعوت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويغير ذلك التقدير لأنه هو الذي جعل ذلك التقدير وهو قادر على تغيير ذلك التقدير كما فعله بقوم يونس قوم يونس بسبب كفرهم في البداية استحقوا العذاب فالله سبحانه وتعالى أنزل العذاب قريبا منهم لكنهم عندما رأوا مقدمات العذاب تضرعوا إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هؤلاء تضرعوا فالله سبحانه وتعالى كشف عنهم عذاب الخزي من الذي قدر العذاب؟ الله لماذا قدر لأنه كفار كانوا لكن هذا التقدير لم يكن تقدير حتم ولذلك حينما آمنوا وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غير ذلك التقدير يقول إسماعيل بن جابر كان في مسجد المدينة يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة رجل يتكلم في القدر يعني في هذا الموضوع في التفويض الظاهر أنه هذا كان من المفوضة يعتقد أنه ليس هناك صنع من الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد لا بقضاء ولا بقدر ولا بمشيئة ولا بإرادة طبعا سابقا ذكرنا أن القدر غالبا يطلق على التفويض وأحيانا يطلق على الجبر ويمكن هذا الرجل كان جبري والناس مجتمعون يبدو أنه شخص مهم أو موضوع مهم لأن الناس يجتمعون إما لأجل الاستماع إلى كلام شخصا مهم أو إذا كان الكلام مهم ولو من شخصا غير مهم مهم عدهم يعني قال فقلت يا هذا أسألك قال سل هو مطمئن يبدو أنه كان يعتبر نفسه من العلماء قلت يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد هذا العالم كل ملك لله هل يقع فيه ما لا يريد احتار يقول يقع يعني إرادة الله حسب هذا الزعم تكون ضعيفة وهذا كفر يقول أنه فقط الأشياء التي يريدها الله تقع زيان المعاصي تقع يعني الله أرادها يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد قال فأطرق طويلا نكس رأسه وبدأ بالتفكير ثم رفع رأسه إليه فقال لي يا هذا لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور لا يريد شيئا ومع ذلك يقع ذلك الشيء يصير هذا الإنسان الضعيف المقهور والله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده الله سبحانه وتعالى لا حدود لقدرته والكون بأسره ملك لله سبحانه وتعالى وهو المهيمن عليه هذا الشيء ما قدر أقوله ولئن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد أقررت لك بالمعاصي لا يكون إلا ما يريد نحن بالخارج نشوف قاتل يقع في الوجود زنا يقع معاصي كبيرة يقع ظلم يقع عكل مال اليتيم يقع تطفيف يقع وهكذا وهل مجرى من المعاصي الكبيرة والصغيرة في كل يوم لعله ملايين ومليارات المعاصي تقع زين الله يريدها كلها الله يريد المعاصي ولا يرضى لعباده الكفر مثلا في الآية الشريفة ولئن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد أقررت لك بالمعاصي يعني أنا متحير ما أدري قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا نقلت القصة إلى الإمام فقال عليه السلام لنفسه نظر يعني إحتاط لنفسه لم يقل ما يوجب حلاكه يعني ما كان معاند كان ظال شاف أنه إذا يريد يعاند في هذه المسألة هذه توجب حلاكه لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك لأنه يقول جابر هذا يستلزم الهلاك يقول تفويض يستلزم الهلاك زيان فالصحيح شنو هو الصحيح هو الأمر بين الأمرين الله أراد ولكن باختيار العبد الله لم يرد المعصية لم يردها ليس بمعنى لم يردها تكوينا ولكن مع ذلك وقعت وهذا يصير مقهور مغلوب والله سبحانه وتعالى أعز من ذلك الله غالب على أمره وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد تشريعا لذا حرم قل حرم إنما حرم ربي الفواحش أراد تشريعا أني أراد أن يصدر الحكم وصدر الحكم القانون الله سبحانه وتعالى صدره لكن هل أراد جبر الناس على ذلك القانون كلا فإرادة تكوينية ما موجودة ولكن إرادة تشريعية موجودة هذا نظير مثلا إذا نريد نمثل مثال حتى تتضح الفكرة أكثر البرلمان ينعقد والبرلمانيون يجلسون ويصوبون يصوتون على قانون والمراحل القانونية تمضي ويطوون مرحلة مرحلة إلى أن القانون مثلا ينشر في الجريدة الرسمية ويصير قانون زين هنا إرادة تشريعية هل هناك قانون نعم إرادة تشريعية موجودة نعم لكن نشوف السلطة التنفيذية بعض الأحيان تغض الطرف أو تتماهل هو قانون موجود لكن السلطة التكوينية تغض النظر لماذا تغض النظر؟ إما لإهمال أو لجهة أخرى زين فهل هناك إرادة تشريعية موجودة يعني قانون موجود نعم هل هناك منع وإجبار لمن يريد أن يخالف القانون؟ كلا أكو غض النظر فإرادة تشريعية موجودة لكن إرادة تنفيذية ما موجودة يعني المسؤول مثلا ما يريد يطبق القانون زين إذا هذا التضح نجي في الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية بالنسبة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى الله أراد أن تكون الصلاة واجبة خلص فالصلاة صارت واجبة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أراد تشريع والتشريع تحقق نزل الحكم على الرسول والرسول بلغه لكن الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تكوينية بإجبار الناس على تطبيق القانون الشرعي؟ كلا الله سبحانه وتعالى أمهل للامتحان للاختبار ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إذا نجيب في مثال الحكومة يوجد قانون تشريعي يعني القانون صادر إرادة تشريعية موجودة أكو واحد هذا الشخص يخالف القانون السلطة التنفيذية تعلم بأنه يخالف القانون لكن يمهلوه هذا مو معنى أنه أمهلو أنه أحملوه لا يمكن المخابرات والمأمورين السريين هؤلاء يراقبون هذا الشخص 24 ساعة في حركاته وسكناته واتصالاته ولقاءاته هو ما يدري عادي بس هؤلاء دي يراقبوا مراقبة تامة بغرض شنو مثلا بغرض أنه هناك عصابة يردون يكتشفون هذه العصابة يمكن هذا الشخص يمهلو يوم يوميا ثلاث يام هو يستمر في مخالفة القانون زين إرادة تشريعية موجود القانون موجود مثلا المخدرات ممنوعة لكن إرادة تنفيذية بإجبار ذاك أن يعتقلوا ما موجود لماذا؟ لمصلحة أهم المصلحة يقول كم يوم يمضي حتى نكتشف العصابة كاملة إلى أن يكتشفون العصابة يلقون القبض علي زين هل أيام اللي أمهلوه هذا كان لغوا ولا في هذه الأيام إرادة تنفيذية باعتقال ما كان موجود لكن بالنتيجة اعتقله إذا هذا المثال اتضح نجي إلى إرادة الله التكوينية والتشريعية الله أراد أن يحرم الخمر فحرم الخمر أراد أن يحرم الظلم فحرم الظلم زين هذا الظالم يجي يظلم الله ما يمنع من الظلم لمصلحة أهم مصلحة الامتحان مصلحة الاختبار التمحيص هذا يظلم ويظلم 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 لكن لا يخرج عن قدرة الله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى أن الله سبحانه وتعالى يشاء أخذ فيرسل ملك الموت فيقبض روحه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية بالنسبة إلى المعاصي إرادة تشريعية موجود لكن إرادة تكوينية بمنع هذا الشخص موجود لا وإنما أكو إرادة تكوينية بإمهاله بعدم إيجاد الموانع منه فبالنسبة إلى أعماله توجد إرادة لكن ليست إرادة منعه وإنما إرادة عدم المنع إرادة الإختيار إرادة أن يكون هذا الإنسان باختياره يعمل إن خيرا وإن شرا هذا بالنسبة إلى الحديث السابع الحديث الثامن أيضا في هذا المضمار عن أبي عبد الله عليه السلام أحد الرواة يسأل الإمام الصادق أيضا قلت أجبر الله العباد على المعاصي أجبرهم على المعاصي يعني هذا الذي يشرب الخمر الله أجبره قال لا قلت ففوض إليهم الأمر خلص هو باختيار التام المطلق بدون تقدير وبدون قضاء من الله سبحانه وتعالى يفعل أفعاله قال لا زين لا تفويض لا جابر لعد شنو قال قلت فماذا جابر ما موجود تفويضها ما موجود فشنو قال لطف من ربك بين ذلك يعني الله بار بعباده لأن من معاني اللطف البر بالعباد الله لطيف بعباده الله بار بهم الجابر خلاف البر خلص يصير أدات آلة مثل معمل يتحرك هذه الأدوات ليست لها أي قدرة التفويض هم محال وترك الناس حمج بدون أن يرسل لهم قانون تشريعي هذا أيضا خلاف الحكمة فلطف الله سبحانه وتعالى اقتضى أن يقدر أعمال العباد وأن يقدر ضمن التقديرات أن تكون أعمالهم باختيارهم لطف من ربك بين ذلك هناك أحاديث أخرى إن شاء الله سنتطرق إليها في حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعاله الطيبين الطاهرين اللَّهُ يَا أَلَّهُ 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 اشتركوا في القناة